اشتركوا في القناة على مضبطة الجلسة السابقة فيما واصل المجلس مناقشة المواد المتبقية في مشروع القانون لحماية الأصناف النباتية الجديدة بعد أن وافق على ثمان عشرة مادة في المشروع خلال الجلسة الماضية هذا وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أهمية مشروع القانون حيث أنه يحقق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالاهتمام في توفير الأمن الغذائي متطلعا إلى أن يتم إصدار اللوائح التنفيذية لمشروع القانون ويصبح نافذا بعد استكمال الإجراءات المحددة وفق التستور وخلال الجلسة قرر المجلس التوافق مع تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة والتعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون اليوم بحضور جلسة مجلس الشورى الموقر وحيث تم بحث مشروع القانون الخاص بتسجيل النباتات الجديدة وهو يهدف في شكل أساسي إلى تعزيز الحماية الفكرية وكذلك التسجيع على الإبداع في هذا المجال الحيوي بالمجال الزراعي وأيضا يخدم جهود مملكة البحرين في استفاء كافة الاتفاقيات الدولية طرحت العديد من الأفكار والأراء وفي الواقع أن ذلك يصب في خدمة هذا التوجه وهو توجه الإبداع والاهتمام أيضا بالأمن القذائي اليوم الحمد لله في مجلس الشورى وافقه على بالإجماع وإن شاء الله سيتم حالته وتطبيقه على أرض الواقع وهي مشروع مهم بما أن جلالة الملك في توجيهاته في خطاب السامي كان بالأمن الغذائي هذا المشروع راح يساهم في وضع قوانين ونظم لمرب النباتات على أساس يكون لهم مشروع متكامل ومنظومة متكاملة